فريدة من نوعها سنة 1909 سليم عطالة نزل القائرة فقابل نجيب الرحاني فقال له أنت تيجي تشتغل معنا فلما راح يشتغل معاه سنة 1909 في مصرحية شارلمان حصل خلاف بين سليم وعطالة حس أن نجيب الرحاني هياخد منه الجو فقرر أنه يستغنى عن نجيب الرحاني في الفترة نجيب الرحاني شارلمان مع سليم عطالة تمت صداقة شديدة الانتماء ما بين استفان رستي وما بين الرحاني فلما الرحاني يساب الفرقة استفان رستي قال له وانا نزل القاهرة معك ورزقنا على الله لما نزل القاهرة اشترك تعرف على عزيز عيد واشتغل مع عزيز عيد لكن حصل دب خناقة بين عزيز عيد وبين الرحاني فالرحاني قبل يشتغل في شركة السكر في نجي حمد ايه اللي حصل بقى مين اللي مشرط في الوقت ده استفان رستي في سنة 1910 قرر أنه يسافر أوروبا تعرف السفر لأوروبا ما كانش زي دلوقتي يعني انت ممكن تروح طالع على اي مركب وتروح اي بلد في أوروبا بدون يعني اجراءات بس الاجراءات الروتينية بتاعت المرض والعدوى والحاجات دي كلها وسافر بالفعل وقابل ابو ابو يطلع على النمسا طلع على النمسا وعلى ايطاليا كويس لكن ابوه رفضوا تماما لان اي اعتراف باستفان رستي معناها انه كان على علاقة بالستة الايطالية بالستة الايطالية فساح في اوروبا ساح في جنوب اوروبا واختار ايطاليا وقعد ايطاليا فترة لحد ما بدأت بشار الحرب العالمية الاولى فقرر الرجوع لمصر لما رجع لمصر دور على مين دور على صحابه الاصليين سنة 1914 اللي هو نجيب الرحان فنجيب الرحان يقال له ايه ده الدنيا زهزهت فاحنا ايه حنخش فرقة جورجة ابيض فضلوا في فرقة جورجة ابيض لحد ما انضمت فرقة جورجة ابيض لفرقة سلامة حجازي وبعد كده بدأ جورجة ابيض يفلس فما بيدهمش فلوس او يديهم كل تلات ايام تلات ساغ اربعة ساغ فقرر نجيب الرحاني انه يعمل عصيان للممثلين وانه يخرج برة فرقة جورج وحجازي ويعملوا لنفسهم مصرح يكتب رواياته امين صدقي فاختاروا مصرح بيرنتانيا وبعد كده اختلف مع عزيز عيد فرحوا عملوا مصرح في الشنزليزي في الفجالة وبعد كده عملوا مصرحية تخلي بالك من اميلي فشلت فشل زريع وبقوا كلهم في الشارع كان الكلام ده سنة 1916 لما بقوا كلهم في الشارع اتعرف استفان رستي على خواجة ايطالي صاحب مالها ابي دروز فكان طبعا بيرقص فيه خيال ضل من ورا ستارة وكان بياخد ستين قرش في اليوم حلوين جدا ده لبس بدلة وصجار وراح يزل صديقه القديم نجيب الرحاني فنجيب الرحاني قال له ايه الابها والنعناشة قال له ده الحكاية كذا 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 قال له طب خدني عندك ان شاء الله خدام يعني بهزار يعني واستمروا في ابي دروز هما الاتنين يقدوا اعمال مختلفة عن بعض كل واحد يعمل حاجة بس هم شغالين هم شغالين على الاقل لحد ما اوشك الخواجة روزتي ايطالياني صاحب مالها ابي دروز ان يفلس فاقترع علينا جيب الرحاني انه يعمل له رواية انه يعمل رواية لو نجحت يستمروا لو فشلت كل واحد يروح لحاله فعمل كشكش به كشكش به دي انتشرت اه كانت انقلاب بالضبط يعني كانت انقلاب واشتغلوا فيها شغل جميل لحد لحد سنة 1917